السلام عليكم ورحمة الله الزلف اللاول نرحب بكم مجددا في قناتي متعتي في الطبخ كما وعدتكم رجعت لكم بعد طول غيابي وجبت لكم هاد المرة وصفة حلوة وهي الزيريات بجوز الهند بلما نطول عليكم نجوزه في الأول لمكونات العجينة ثم بعد ذلك طريقة التحذير نغرب الفارينة ونزيد لها رشتة على الملح ونكمل بالمادة الدهنية زبدة أو سمن في هاد الوصفة حلطيت الزبدة المصفية وراني رايحة نحط لكم في صندوق الوصف رابط فيديو لكيفية تحذير الزبدة المصفية نخلط كل المكونات حتى تنسجم مليح ومن بعد نلمها بخالج تعماء وماء الزهر وانا كندير وباناك نبلو العجينة نبلوها غير بشوية بشوية حتى نتحصل في الأخير على عجينة تكون متماسكة مليح وكي ترتاح رايح تنطلق شوية واذا درتوها طرية كي ترتاح راح تزيد الطراء كتر وكتر وبالتالي تشكيل تعذيريات راح يجينا صعيب بزاف خاصة بسخانة نخلي العجينة تعي ترتاح بجيه ونجوز لمكونات وتحضير حشبة جوز لهند لانواد وكوكو نأخذ القرص أو الليمون اللي غسلته مليح منيح بالمسخون وحكيته بالأسفنجة اللي نغسل بها الآواني ونقشر الليمون تعناها كما نقشر البطاطا ولكن نقطعه غير طبقة صفرة ومع ذلك إذا قطعناها شرائح خشينة أو لمسنا الطبقة البيضاء نحيوها بالسكينة بهذا الشكل لأنها رايحة تعطي مرارة للحشوة التانية نبدو الآن في تحذير الحشوة إذا نحط في هذه الآلة اللي نرحي فيها جوز لهند شوية السكر وقشور الليمون ونرحي كل شي الروبو اللي خدمت به كان صغير بزاف لذا تحنتوا على أربع مراحل وإذا كان عندكم روبو كبير رايح يكون أسرع وأحسن وفي الأخير نتحصلوا على قوام يكون رقيق مليح مليح وهنايا حبيت منفت انتباهكم لأسرار مهمة لنجاح هذه الوصفة شوفوا قوام تعجوز الهند بعد ما طحنتوا راهوا رقيق مليح مليح وناعم وهذا هو السر اللي يضمننا باش نتحصلوا على حشوة طرية ومتجانسة وتسلم بكل سهولة كي نعودوا نشكلوا في الكوريات إذا في نفس الوقت نحضر فيه الحشوة نكمل نشرح لكم أسرار نجاحها كما قلتها من قبل لازم نجوز الهند ونطحنوه حتى يرجع كما الفودرة وبالتالي راح تصير عنده قابلية لانتصاص السوائل أكبر بكثير حاجة أخرى تاني كي نرح يوجوز الهند مليح مليح رايح يلعب دور كبير أثناء الطهي يعني الحشوة ما راح تتشقق وما راح تشوه الشكل الزيريات تانا بعد ما حطيت البيضة الأولى كاملة زيت عليها قليل من ماء الزهر والفانيليا وابتدائل من البيضة الثانية نضيفها غير بشوية بشوية هكذا ما تكونش عندي مفاجأة في الأخير ونحصل فيها كي جي نجريا بزاف إذن 260 جرام بتاع الجوز الهند خذوا لي زوج حباتة على البيض نحطها كفيل بلاستيكي ونبيتها في الثلاجة مع العجينة وهنا عود حليت لكم البلاستيك بششوفوا قوام الحشوة كيف اشتاير في الأول كما راه تبان حشوة ريا مليح مليح هذا هو قوام حشوة جوز الهند بعد ما بيتناها ليلة كاملة في الثلاجة منساء متجانسة وما تلسقش في اليدين وتاني تشرب تكمل هذوك السوائل اللي احتناهم لها وجد سواسوابك نشكر الكوريات بمقدار 20 جرام تقريبا هذه الملعقة سبق لي حضرت بها الغريبية ولقيتها ضرورية في هذه الوصفة اذا نخليكم مع تشكيل الكوريات ونرجع لكم من بعد اذا بنصر تلتعجوز الهند جاوني 23 حباتها ميني تزيريات نغطيهم بفيلم بلاستيكي ونحطهم بجيه في الوقت اللي رايحة نخدم فيه العجينة هذه المرحلة اللي نحل فيها العجينة مرة ونطويها مرة أخرى هي ضرورية هكذا نتحصل في الآخير على عجينة ملساء ومتجانسة وكين فوتوها في آلة التوريق ما راح تتقطع ننسيت نأكد لكم بأن هذه الكمية العجينة تتناسب مع حشوة اللي تحتوي على 500 جرام من جوز الهند نقطع العجينة إلى أشرطة ونجوزها في آلة التوريق في رقم 3 ثم رقم 4 وفي الآخير في رقم 5 هنا الورقة باش نزيد نحلها في رقم 6 رايحة جيني بزا في رقيقة إذن واش ندير؟ نحلها في رقم 5 ونزيد نكسلها بيد ديق ونحطها فوق طاولات العمل نخلي الشاري ترتاح مدة قصيرة من بعد نقطع بالطابعة للمدور اللي القطر التاعه يساوي 7 سنتيمتر ونصف وهذا القطر يتناسب تماماً مع كورية الحشوة اللي توزن 20 جرام ونجوزه الآن لتشكيل الزيريات ناخد بيض البيض ونحطه ساير داير في الحاشيات العجينة ونجيب الحشوة ونحطها في الوسط ونتكا عليها تكا خفيفة برك ونبدأ من بعد بواسطة عود رقيق من الشكل اللي بلي واللي ساقم في الجن بتاع الحشوة معلومة مهمة نخلي كورية الحشوة كما هي يعني ما نازمش نخبشوها بالعود اللي نخدمو به وعلاش لأن حشوة جوز الهند إذا خبشناها غير شوية برك رايحة تتشقق وتتحل أثناء الطهي وبالتالي رايحة شوية الشكل التعديلية تعنا وفي الآخر نعاود نضغط على كامل هادو كلي بلي باش نطلع ونبين القبة اللي معروفة بها الحلوات تعديليات حاولت قدر المستطاع نصولكم تشكيل الزيريات ميكولي الجوانب إذن خليكم تتبعوها لأنها لا تحتاج إلى تعليق اشتركوا في القناة بعد ما خلص التشكيل للزيريات نحطهم في الصينية من غير ما نغطيهم ونخليهم يرتاحوا حتى تيبس العجينة قدرت بيتهم ليلة كاملة أو نص نهار على حسب الأحوال الجوية أنا خدمتهم في شهر قوت وكانت الحرارة فاقت 40 دراجة ومع ذلك خليتهم باتوا ليلة كاملة على جل التصوير في الغد نضيب تزيريات على درجة حرارة 180 دراجة لمدة 15 أو 20 دقيقة كل وحدة والفورن ديالها المهم في الآخر لازم يكتسبوا اللون الذهابي من تحت وفي القبة نحط تزيريات وهم سخونين في إناء غامق وفي نفس الوقت نكون حضرت العسل سخون ونزيد له قطرات تعماء الزهر ونفرغ هذا العسل كامل فوق تزيريات وبطبيعة الحال تقدروا تديروها إما شربات أو عسل أو خاليط بين الاثنين ونخليهم في العسل لمدة 15 أو 20 دقيقة حتى يوصل العسل للداخل الحبة ترجمة نانسي قنقر من الأنسب أني نزين هذا الزهريات بجوز الهند ولكن أنسيت كامل وزينتهم بهذا العقاش ما عليه المهم في الآخر حاجة شابة ومتحوفة ونجوزوا الآن نشوفوا الزهريات بتاعنا في طبق التقديم الزهريات بجوز الهند ما ذاق ولا أروع وجوز الهند ما نحصولش كامل لأنه مرحم مليح مليح ونكهة مبشور ليمون زادت له بنة على بنة وكما وعدتكم العملي فات راني عاودت خدمة الزهريات باللوز إذا نحل لكم حبات على الزهريات نمخدوا ما بجوز الهند ونبعد نرجعوا للزهريات تعلوز مع سلة وطرية كما يحب الخاطر جربوهم تشوفوا وما رايحينش تندموا صدقوني أما فيما يخص زيري التعلوز سبق لي عملت لكم فيديو في فصل الشتاء وحطيتهم كمية قليلة على السكر داخل الحشوة وعدتكم نعاودها في فصل الصيف باش نشوفوا إذا يغملوا أو يقرسوا مع السخانة هذه الزهريات يرا كنت شوفوا فيهم خدمتهم كي كانت السخانة وصلت حتى أكثر من 40 درجة خبيتهم في علبة على الكارتون وحطيتهم في البلاكار عادي وهنا عندهم بالضبط 20 يوم اللي خدمتهم وذقتهم قدامكم والله غير عندهم نفس المذاق تعلوم لأول ما كينحتق روسية إذن خلاصة القول ما يشقاش نكتر السكر في الحلويات التعنا اللوز المحمص يلعب دور كبير في الاحتفاظ على الحلويات التعنا للمدة طويلة فيديو الزهريات بجوز الهند وصلت لنهايتها وكما نقولكم دائماً إذا أجبتكم لا فيديو فأخطاجه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة